أهلاً بالجمهور الكريم اليوم سوف نتحدث عن موضوع خاص وخاص جداً حول مفهوم صورة الكوتر طلب مني صديقي الأستاذ محمد عماري تفسير هذه الصورة بحسب علم الفيلولوجيا وطلب مني أيضاً أن أشاهد فيديو على اليوتيوب لأحد الإخوة الفلسطينيين على ما أظن أو ربما من عرب إسرائيل يفسر لنا كلمة الكوتر المهم أنه فصرها بالكوشر يعني حلال بالعبري ليقول أن محمد حاصل على التأهيل بالنحر الذي يخص الحخامات اليهودية ويصبح طعام ما نحره حلالاً أولاً وقبل الرد على هذه الأطوحة نعود لتفسير علماء الإسلام في كلمة الكوتر ثم نرى الإشكالية المطروحة وكيف نحلها اختلف المفسرون في كلمة الكوتر على تمانية أقوال القول الأول الخير الكثير القول الثاني القرآن والعلم القول الثالث النبوء والرسالة القول الرابع كثرة أتباعه القول الخامس حوض الجنة الذي تصب في أنهارها والقول السادس نهر اسمه الكوتر بحسب حديث صحيح وهذا المعنى هو الأكثر ترجيحاً عند أهل التفسير والقول السابع هم درية الرسول كما جاء في تفسير الكبير للرازي لأن الصورة نزلت في بحسب رأيهم في العاص بن وائل الذي عاير محمد بالأبطر أي ليس له أولاد ذكور يحملون اسمه بعد موته وقيل بل نزلت في عقبة بن أبي معيط وهذا التفسير يؤيده أحباءنا الشيعة للقول بالقول الثامن إن الكوتر هي بنت الرسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الآن صورة من أصغر الصور في القرآن يختلف علماء التفسير على كلمة واحدة بثماني معاني مختلفة ثلاث آيات إن أعطيناك الكوتر أي إن أعطيناك يا محمد نهرا اسمه الكوتر في الجنة وهنا لنا وقفة ونتساءل أهل أعطاه الله وحده دون غيره أم هو لأهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض كما يقول القرآن في العديد من الآيات فالتفسير الأول أو القول الأول الخير الكثير أكثر إقناعا من نهر في الجنة أما بالنسبة لفاطمة الزهراء تسمى بالكوتر لماذا؟ ما معنى الكوتر؟ وما هي رمزيته؟ من أين جدر كلمة اشتقت؟ الآية الثانية فصلي لربك وانحر هنا المسألة واضحة لا تحتاج لشرح فالله يأمر محمد بالصلاة والنحر ولهذا السبب بنى الأستاذ فرضيته صاحب تفسير الكوتر بالكوشر على كلمة وانحر إشارة للدبح الحلال كوشر وهنا لنا أيضا نقف مرة أخرى للتفكير فكلمة نحر جاءت مرة واحدة في القرآن في هذه الصورة بينما كلمة ذباحة على الأقل ذكرت تسع مرات بمعنى تقديم ذبيحة كبقرة قصة موسى في صورة البقرة وبمعنى التعذيب والقتل في قصة سليمان مع الهدهد في صورة النمل أو الأضحية في قصة إبراهيم مع ابنه في صورة الصفات وغيرها فنتساءل لماذا جاءت كلمة فنحر يتيمة في القرآن والنحر معناه قتل حيوان كبير كنحر الجمل أو الناقة وهذا ما لا يوجد في التشريع الإسلامي آيتين فيها ثلاث أمور مختلفة نهر في الجنة أو فاطمة فصلي ثم أنحر لتأتي الآية الثالثة لتزيد الطينة بل إن شانئك هو الأبتر بمعنى شخص كالعاص بن وائل يعاير الرسول فيرد الله عليه من فوق سبع سماوات بأنه هو الأبتر كنوع من الردح للأسف وهذا ما يجعل كثيرين من الشباب اليوم يتعجبون من وجود ردح في القرآن والإشكالية أن القرآن لا يقدم ردحا للرد الاعتبار لأحد فهذا من خيال أهل التفسير والتأويل فالرد على كل هؤلاء يجب أن يكون على أسس أو أسس علمية فيلولوجية وقد شرحها لأستادي الدكتور كيستوف ليكسانبيغ المتخصص في علم مقارنة اللغات السامية القديمة وبالمناسبة هو ليس مشتشرقا كما يتوهم البعض وإنما ابن بلد يعتبر عربي وهو لبنان ماذا قال أستادي عن هذه الصورة؟ الآية الأولى إن أعطيناك الكوتر والكوتر باللغة الأرامية باللغة كوتر بمعنى التبات والاستمرارية وهذه الاستمرارية على ماذا؟ على الخير أو على الخبر الذي جاء في الآية وهي الصلاة فصلي لربك بمعنى أن الله يعطي لأي مؤمن التبات والاستمرار والمواضبة على الصلاة وكذلك فصلي لربك وانجر بالجيم الأرامي وليست بالجيم بمعنى نشر نحت نجر أصلح لأن النجار معناه الذي يصلح الخشب إذن الله يعطي المؤمن التبات والاستمرارية على الصلاة وعمل الخير والإصلاح ثم تأتي الآية الأخيرة للتحذير وليس للردع فتقول إن شانئك هو لابتر أولا الهمزة هي من اختراع الخليب بن أحمد الفراهدي وتقول المراجع الإسلامية قريش كانت تسهل الهمز كما تخبرنا مصادر القراءات المختلفة ثانية بمعنى الذي يكرهك مبغضك وعدوك وهي كناية عن عدو الخير أي إبليس هو الذي بترك من بترة فترة فترة بمعنى يبعدك ويخلفك عن ما تقدم أي الصلاة وعمل الخير والإصلاح خلاصة القول في شرح سورة الكوتر الله يعطيك أيها المؤمن التبات والاستمرارية في أداء الصلاة وعمل الخير فصلي أيها العبد الصالح وعمل صالحا واحضر إن إبليس عدو الخير هو الذي يبعدك ويفصلك عن الصلاة وعمل الخير بكل بساطة فلا فاطمة ولا نهر في الجنة ولا ردح ولا العاص بن وائل في الصورة فالقرآن ابن بيئته نشأ وسط أهل الكتاب فيذكرهم بآيات محكمات من الكتاب المقدس وأيضا متشابهات تشبه القصص والأمثلة الموجودة في الموروط اليهودي والنصراني كما قلنا كقصة أصحاب الكاف وهم في تيت أفاسوس وقصة إبراهيم لتكسير الأصنام من مدراش ربا ومجلة لقمان التي عرضها سويد بن صامت على محمد بحسب السير وغيرها من التلاقحات الفكرية والدينية لشعوب الشرق نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة